أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وصول 16 عربة سكك حديد درجة ثالثة مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز ماباك المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات صفقة 1350 عربة سكك حديد مختلفة الدرجات لافتا إلى أنه وصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة 962 عربة وأشار إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة